السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة الطالبة محضورتنا لهذا اليوم في مادة Human Computer Interaction ستكون حول البروتو تايبينج كلمنا في المحاضرة السابقة حول طرق المطلوبة لجمع البيانات وكلمنا على الطرق الخاصة بالبيانات وبعد ما جبعنا هذه البيانات وحللناها الآن مطلوب من أنه نبدأ بعملية تصميم المنتج مالتنا قبل كل شي نحتاج إلى البروتو تايبينج اليوم محاضرتنا ستتناول الانترو دكشن و what is prototyping و why prototyping مع بعض الأمثلة العملية انترو دكشن design activities begin once some requirements have been established تبدأ انشطة التصميم بمجرد وضع المتطلبة إذن في مرحلة design activities ستبدأ بمجرد أن نضع المتطلبة يبرز التصميم بشكل متكرر من خلال لورات التصميم والتقييم و عادة التصميم الريدزاين و عادة التصميم اللي يكون شون متكرر اللي يشارك بها الوزع التصميم ما رح يكون من البداية هو تصميم نهائي لا، ستصير تصميم أولي و يصير عادة التقييم إلى و يدخل في مراحل و دورة التصميم الريدزاين سايكل اللي احنا ايضا مرة تكلمنا عنه خلال البروزس في مرحلة التقييم والتقليم 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 وأكيد هاي المراحل كلها رح يكون الوزر هو نشارك بها حتى نحصل الى التصميم المثالي لكي يقوم المستخدمين حتى بتقييم التصميم للمنتج بشكل تفاعلي يجب على المصممين أن يضعون فتنماضج لأفكارهم يعني حتى يكونوا الوزر هما تنتراكت بها التصميم معتك في المرحلة الأولى من التصميم في المراحلة الأولى من التصميم في المراحلة الأولى من تطويرنا إلى التصميم يكون هذه البروتو تايبز تكون مصنوعة من الورق أو من الكارتون أو بعد من ياش ممكن تكون مصنوعة أو ready made components put together to allow evaluation أو يكون مكونات جاهزة يصير نجمعها سوية حتى نسمح أو نعمل بالتقييم له إذن إحنا هناك بداياتك حتكون من هذه المكونات papers أو كارتون أو مواد مؤينة تجمعهم حتى تقدر تقيم هذا البروتو تايب ماتك راح يصير تصبح أكثر تكون مسقولة أو polished compact راح تكون مضغوطة robust so that they resemble the final product وتكون طوية بحيث تشبه المنتج نهاز إذن بعد فترة من العمل راح نشوفها بهذا الشكل اللي تكون بمسكولة ومرتبة وتكون مضغوطة يعني مو تكون الزاء مباثرة وتكون قوية بحيث إنه تكون تشبه الشكل النهائي إلى المنتج The design process may start from two distant situations قد يبدأ عملية التصميم تكون من حالتين متميزتين يعني حتى نبدي بيها لازم بيها two things أولاً when starting from scratch عند البدء من نقطة الصفر اللي تكون هي يعني ما عندك شيء أساسي بمجرد تتخربشة معينة تكون إنت ما عندك أي تصميم أول two when modifying and exiting your project هنا لأ الحالة الثانية عندك فإنت منتج وتريد تعدل يعني منتج يكون موجود أو فالشيء يكون موجود وأنت تبدي عملية تعديل عليه Much of design comes from there later إذن أكثر هذه التصاميم تأتي من هذا النوع الأخير أو الثاني مثلاً modifying and exiting your project عندك فالمنتج معين وتريد تتعدل عليه and it is tempting to think the additional feature can be added وأنه يكون هنا المغري أو الشيء شجعاً أنه التفكير في إمكانية إضافة ميزات إضافية يعني هناك إنت عندك فالمنتج موجود تريد تعدل عليه وتريد تصيف لفات features جديدة إضافية or exiting once two weeks without extensive investigation, prototyping or evaluation إذن هنا أنا مو بس تكون مضافة وإنما تكون هذه الميزات موجودة من إجراء تحقيق عليها بدون ما أعدل بإجراء في التحقيق موسع أو نماذج أولية أو تقييم يعني أنا رح أسويها هي تكون موجودة رح أضيف هذه الإضافات والfeatures اللي يتحسن من هذا المنتج ولكن ما أحتاج كل هذه الprototyping والإبالوائشن وكل هاي العمليات البحث لأنه أصلاً هي تكون موجودة من البداية وأنا رح أكمل هذه الfeatures إذن رغم إنه هذه الأنشطة، هذه الأكتفيتين، هذه الأنشطة للنماذج أو التقييم يمكن تقليلها إذا لم يكن هذه التغييرات كبيرة إذا مو التغيير اللي رح نضيفه أثناء عملية التغيير كبير إحنا ممكن نقلل من هذه الأكتفيتين إلا إنها لا تزال ذات تقييمة ولا يجب تخطيها يعني أنت من نضيف هذه الfeatures مو مجرد رح تلغيها وإنما أنت رح تقلل من هذه الأكتفيتين الـ investigation, prototyping, evaluation قلل من مراحلة ممكن تختصرها بس مو معناها تتجاوزها لأن رح تبقى مهمة ويجب أن لا نتخطاها نجيل الآن، ما هو prototyping؟ A prototype is one manifestation of a design that allows stakeholders to interact with it and to exploit its suitability إذن الـ prototype هو أحد في مظاهر التصميم يعني في النوع من مظاهر التصميم اللي يسمح للناس اللي هم أصحاب المصلحة اللي هم stakeholders أصحاب المصلحة اللي يشتغلون على هذا المنتج بالتفاعل معه واستكشاف ملائمة إذن يتسوي هذا التصميم حتى أصحاب المصلحة يصير عدهم فـ interact with هذا التصميم ويشوفوه هل هو ملائم أو لا تشفوه ملائمة أو لا It is limited in that a prototype usually emphasizes one set of a prototype characteristic and de-emphasizes others إذن الـ prototype هنا حيركز على خصائص معينة بشكل يعني بنوع من التركيز على مجموعة واحدة من الخصائص اللي من أجلها صمم هذا الـ prototype واللي برح يزيل هذا التركيز عن خصائص أخرى يعني يركز على شيء معين من هذه ويزيل عن أخرى عندما نسمع مصطلح الـ prototype you may imagine a cycle model of a building or bridge قد تتخيل فد نموذج مصخر لبناء أو فد مجسر or a piece of software that crashes every few minutes أو رح جزء من البرنامج اللي يتعطل كل بطء دقائق يعني مجرد من النسبة على الـ prototype لأول مرة نتخيل هذه الأشياء A prototype can also be a paper-based outline of a display يمكن أن يكون الـ prototype أيضا فد مخطط ورقي لعرض outline عرض لشاشة معينة أو يحبونه فد رسم إلها A collection of wires and ready-made components أو مجموعة من الأسلاك أو الوائرات أو مكونات الجاهزة made components and electronic picture video simulation أو صورة الكترونية أو video simulation أو محاكة لفيديو أو complex pieces of software and hardware أو جزء مؤقد من إزاء البرامج أو أجهزة الhardware أو three-dimensional mock-up of a workstation أو نموذج 3T لworkstation كل هذا ممكن أنه تسويها في الـ prototype In fact في الواقع A prototype can be anything from a paper-based storyboard through to complex pieces of software يمكن أن يكون البروتوتيب أي شيء من هذه القصة المصورة أو الورقية يعني كل شيء بهذه الأوراق التي تحكي هذه القصة تحولها وتكون ورقية إلى قطعة معقدة من البرنامج and from a cardboard mock-up to molded or pressed pieces of metal إذن رح يكون من البروتوتيب أو من هذا النموذج الورقي أو المقوة إلى قطعة معدنية أو تكون مخلوطة أو مضغوطة أنت ممكن أن تنشئ هذا الأجزاء الخاصة بالمنتج منتك Why prototyping؟ لماذا البروتوتيب؟ Prototypes are useful when discussing or evaluating ideas with sketch holders إذن البروتوتيب يكون مفيد عند مناقشة أو تقييف الأفكار مع الناس اللي يكونون هما أصحاب المصلحة يعني هنا نقصد بهم هما الـ users إن هما الناس حيستفادوا منه They are a communication device among team members هم وسيلة يعتبر فد وسيلة اتصال بين أعضاء الفريق and an effective way for designers to explore design ideas ورح يكون في الطريقة فعالة للمصممين لاستكشاف الأفكار التصميم The activity of building prototype encourages reflection in design يشجع نشاط بناء هذا البروتوتيب على التفكير في التصميم يعني مجرد إنه إنت أي اكتف يسوي حتى تبني هذا البروتوتيب رح يشجعنا على التفكير في التصميم يعني ممكن إنه العدد يساعدنا في بناء هذا التصميم Prototypes are answer questions رح البروتوتيب هنا يجيب على الأسئلة عن support designers وحيد قمت المصممين بش نيد أنهم in choosing between alternatives ورح يتقم المصممين في عملية اختيارهم إلى البدائل and they serve a right type of purposes وهذا الشيء يؤدي إلى إنه يخدم هذه المجموعة المتنوعة من الأغراب إذن نشوف إنه هذا الجواب نعم كل هذه الأسئلة ويدعم المصممين في عملية اختيارهم إلى البدائل واللي ممكن أن تخدم المجموعة متنوعة من الأغراب اللي من أجلها صمم مع هذا البروتوتيب For example To test out the technical feasibility of an idea To clarify some big requirements رح يكون إنه احتيار فتقابلية لتنفيذ تقنية معينة اللي فات فكرة رج نوضعها اللي توضح بعض المتطلبات اللي تكون غامضة واللي يتم لإجراء بعض الـ user test and evaluation بعض الاختبارات والتقييمات من قبل المستخدم اللي تحقق من اتجاه هذا التصميم معين وتتوافق مع بقية تطوير المنتج The purpose of your prototype will influence the kind of prototype you bought رح يكون سيؤثر الغرض من هذا البروتوتيب على نوع البروتوتيب يعني نوعه اللذي سننشأه For example If you want to clarify how user might perform a set of tasks and whether your proposed design would support them in this You might produce a paper-based mockup هذا المثال إذا كنت ترغب في توضيح كيف يمكن للمستخدمين تنفيذ مجموعة من التاسك من المهام وما إذا كان هذا التصميم المقترح الخاص بك سيدعم هذه المهام اللي انت تريد تنفذها فقد تنتج من ذلك فنتسوي نتيجة لهذا المهام شسو حتى تدعمك فتنتجنهم فالنموذج أو فالبروتوتيب يكون ورقيا إذنه هنا هذا الشكل الأمامنا figure below shows a paper-based prototype of a handheld device to help an autistic child communicate رح يوضحنه هذا الشكل الأمامنا هو فالبروتوتيب ويكون على شكل ورقيا جهاز handheld جهاز محمول باليد هنا طبعا جهاز handheld أي جهاز يحمل باليد يعني مثل ممكن يكون mobile android iphone tablet anything أي شيء يحمل باليد والذي يكون محمول هذا الهنان علما هذا يساعد اللي يساعد health and autistic child communicate إذن يساعد أطفال مرضى التوحد اللي حتى يعني تواصلون بيناتهم إذن هذا الشكل رح ستنقشه بشكل أمامكم نشوفه هنا هذا مصدوع ورقيا كتصميم مثل هذا هو البرنامج أو التصميم الأردس ومثل هنا هنا بسكت الكيك الدينار درينج توالت كل شيء الشرية الهمية على شكل كتابة وعلى شكل صورة وعلى شكل رموز هم يفهموها أصحاب هذا المرض التوحد أو هذا الشخص المعاقب وهنان رح يكون نشوف حتى بعض التصاميم اللي حطوها وحتى أحجام الجد اللي رح يستخدموها بهاي الواجهات وشون يكون هنا المخرجات مالتهم هنا شون رح تصير وشون كل هذه الأمور نحطها وناخذها بنظر الاعتبار حتى هنانا الأمور الخاصة بالباتري وإلى آخره من الابتشنز ممكن إحنا نحطها هذا هو التصميم سحولة بروتوتيب الصمم على شكل الورق شوف حتى بي يعني كأمور بدائية وهذا التصميم مرة بعد مرة نعدل عليه بما يلائم هذي أصحاب هذه الحالة إلى رسولا إلى التصميم النهائي هذا البروتوتيب تظهر البروتوتيب تظهر البروتوتيب حيوضحنا هذا البروتوتيب يلي شفناه بالمثال الوظائف شه يفعل هذا المنتج شنو الأزرار المقصودة به هذا الزر شنو معنى هذا كله يوضحنا إياه ووضعهم شنو وين مكان هما راح نخليهم وين نضع هذه العلامة هذا المكان مناسب هذا المكان مناسب والشكل العام كله للجهاز ولكن كل هذا ولكن الجهاز لا يعمل أي أزرار مو فعليا موجودة للعمل هذا النوع من البروتوتيب يكون كافي للتحقيق في هذه السيناريوهات يعني تتعلق بهذه القصة الخاصة بهذا المنتج للاستخدام لتحديد هذا الشيء إذا أخذ مثال For example whether the bottom image and labels are appropriate and the functions sufficient but not to test whether the speech is loud enough or response fast enough حيكون هذا المثال إذا ما كانت فالصور هذه الأزرار والملصقة تكون مناسبة والوظائف كافية ولكن ليس الإختبار ما إذا كان كلام مرتفع بما فيه الكفاية أو الاستجابة بسرعة عالية In the development of SITU smart food nutrition skills وهو اسم هذا التطبيق and a tablet application a range of prototypes and representations were used for initial idea to final product نشوف إنه هذا التطبيق SITU تم تطويره حتى يكون في النموذج أو مقياس يكون smart food لغذاء ذكي إلى تطبيق ليكون للناس أصحاب أطفال التوحد ويكون هذا التطبيق على tablet application وتم استخدام مجموعة من prototypes وبعض representations تمثيلات were used from initial كبدال لأفكار أولية إلى المنتج النهائي These included screen sketches papers and cardboard mock-ups wireframes and many post-its وهذه شملت هذه الرسومات هي شملت من أدها أيضا screen رسومات الشاشة وبعض النماذج من الورقية والكارتون حتى يتم تصميمها وبعض الwireframes هنا بعض الأطر السلكية والعديد ما بعدها من الأمور حتى يوصل إلى المنتج النهائي بنهاية هذا المثال تنتج بحاضقتنا لهذا اليوم وشكرا إلى استماعكم وعزائي الطلبة